انت قلتلي انك انت انضمتلي الناد الاهل وانت عندك 14 سنة فاكر الحكاية والقصة اه ده قصة قصة عجيزة انا يعني كان فرق بيني وبين عدم لانضمام ساعات وليلة بص عدت فترة مع كابتن خالق جدالة وكابتن ضياس سايد عدت فترة بقى تمرن وبالعب وبعدين جي التوئيد بقى خلاص ان احنا ايه تخلص بقى الاستمارات انا كنت ماضي استمارات من بدل بس جي التوئيد يا تتايد ويجيبوني من ديار بنجل يا خلاص بقى كل سنة وانت طيب وارجع ايه وارجع لعب في الحارة تاني المهم ايه كان انا فاكر التوئيد طبعا كنا يوم خميس والتسجيل يوم السبت هناك في ديار بنجل وخلاص الدور يبتدي يوم الاسبوع اللي بعدين على طرق مفيش وقت يعني? اه. وكل شوية يتكلموني في ديار بها هتتلعب في الالي ولا هترجع لينا? وانا طبعا ايه? مكسوف اكلم كد ولجا ده الله. اه. بس خلاص بقينا الخميس تاخر بعد السبت. مكسوف اتكلم كفت sindeukhan Khalid متو بقول аلو كده ihrem. يا كابتن خالد? كنت خالد alla? كنت مكسوم تجعلين كفتر خالد. كفتر خضعة الصابع. اخبارك ايه? ازاك ابو حميل. ازاك ابو حميل. عشتك كتير يا كفتر خالد. حبيبي النوارين انتم الاثنين وسعيد بيكم وسعيد انا بتفرج عليكم. الله يعني انتم الاولادي. طبعا يا كفتر. طبعا صاحب فضل علينا. طبعا. طبعا. تعلمنا منك كتير يا كفتر. طب بعد الله سبحانه وتعالى. صاحب فضل عليها كبير جدا 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 جدا. اه والله يا كابتن يعني. لسه بحكي اسامة. عايزين نسمع منك الحجاة ده كبتن خالد. الخميس والعربية لما عملت حادثة. بقى انت بص انت عشانك نحلال. اه ربنا برضو وقفني في طريقك. ومهم جدا نقول ان المدرب لما بيكون مدرب شخصيته سوية بتفرق كتير جدا. اه. ان هو بيحب الخير لكل الناس وبيحب الخير بنسبة لعدته. فالحمد الله ان انا كنت من احد الاسباب في الدماء محمد اه للنادي. وهو الصراحة شرفني اه من ساعة ما جاء. اه. 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 يعني كان هدف الفرقة وهدف منتخب مصر عشان. انتوا جدتوا لقطة لمنتخب مصر للنشئين سنة سبعة وتسعين. اه سامة. اه. اللي كان مسجل اه. الله يرحمه المرحوم جاء. دكتور محمد علي. اه. المنتخب ده كان تمانية من فرقة النادي الاهلي من فرقة. صح. صح. يعني منتخب مصر تمانية لعيبة اسسيين هم اللي بيلعبوا بيمثلوا مصر. اه. اه. كانوا من من الفرقة فرقة كانت اه محترمة. وزي محمد بقى اه انا يعني مش مش كنت متوقع له. الحمد لله الواحد عشان عينيك كويسة. فبيعرف العيد اللي هيكمل من بدري. من بدري قوي. اه. طالما بتتوافر فيه المواصفات السلوكية والاخلاق. ولما بتزيد بقى الفنيات بتفرق كتير جدا. فكانت الفرقة فيها لعيبة هاني سعيد واحمد بلال. كان جيل ما شاء الله مميزة. كابتان خالد. اه. اه. وحياة كنت مسافر الشارعية العربية تخبط. ايه. قل تكمل ولا رجعت انا جيب اللعب ده. لا لا. انا انا افكر كابتان خالد بحاجة. انا كان معنا كان اللي هرحمه. كان المرحوم عادلي اه. عادلي الوراق معاني. اه. بعد يقول لك ابدي خالد جلال له ايه. تعال نرجع كابتان صحيحة العربية. وانا اوانا زي قوله بكرة خامة بكرة جامعة. لا لا انا انا كملت لان احمد كان يستاهل بصراحة. الله يكمل ربطنا الشنطة طبعا شنطة العربية بضوح. صح صحيح. محابل صح. وربنا وفقني الحمد الله جبت له الاستغناء ولعب معانا اول مطشة كلمة. وليه العرب كان عندنا في مدينة نصر. صح. يوجد جنين وكسبنا مش فاكر ثلاثة واربعة صفر. كسبنا ثلاثة كنتم صح مزوغ. نعم كسبنا ثلاثة كنتم صح مزوغ. نعم كسبنا ثلاثة كنتم صح مزوغ. نعم كم دكتور محمد ده اللي قاعد في الماتش ده متفرق صح. نعم أنا اللي جت وانا كلمت وقلت له تعالى في راس حربة. هتاخد وهو طول ما انت مسك المنتخب يقول لي هتكسبه. وفعلا ضم احمد واحمد بقى احمد جوان بعد كده. الله يخليك. واسامة بقى انا برضو لازم اقول كلمتين برضو مع اسامة من من الناس اللي ان انا برضو ضميته. اول واحد ضمه المنتخب مصر الناشئين. طبعا صح. واسامة برضو كان من الهدفين الكبار اوي من اللعيبة اوي. فانا سعيد بيكم جدا بصراحة وانا بتفرج عليكم وعمل افتكركم بقى من زمان. وانا اسعد اكابت ان خالد ان حقاك موجود معانا. يعني فرصة طبعا وحقاك موجود معانا وحقاك نجم كبير. عايز اسألك عن النهاية الافريقي. القمة بين الاهل والزمالك. شايف المباراة ازاي ويعني ابرز الرسالة والنصيح لموكن الكابتن خاجد الله يوجهها اللعب النادي الاهل. والله يعني انا مش مش هتكلم كتير عشان ما اخدش الوقت يا احمد معاك في البرنامج. ولكن هتكلم في تلات نقط بسرعة جدا. مباراة طبعا احنا كمصريين نتمنى ان احنا نشوفها على مستوى يشرفنا كمصريين ويشرف البلد. بغض النظر عن النتيجة. دي نمر واحد. نمر اتنين بقى. انا بقى كراجل اهلاوي ومحب طبعا للنادينا الحبيب النادي الاهلي بتمنى التوفيق لولفوز لنا باذن الله. ولكن اه الماتش دوا مالوش اي معايير ومالوش اي مقايير. والشطارة معلش انا حقول كلمة يمكن انت بقى واحمد تعرضوا تفكروا فيها بعد كده. الشطارة من اي مدير فني لان المفروض من المفترض اي مدير فني بيشتغل بيكون ربنا نديله موهبة غير الناس المشجعين او المشاهدين يعني يقول يكون عنده افكار غير اللي هي موجودة عند الناس. فازاي واحنا بنلاعب نادي الزمالك نمر واحد لازم نحترم فرقة نادي الزمالك لانهم عندوهم مواطن قوة في الفرقة ومواطن ضعف. ولكن الشطارة من المدير الفني بتاعنا باذن الله ازاي يوقف نقط القوة اللي في نادي الزمالك وازاي يحول نقط القوة دي لنقط ضعف. يعني هي بيحتاجة بقى شوية تفكير منكم ازاي ان انا اوقف نقاط القوة في الفريق المنافس اللي احنا هنلعبه وبعد ما اوقف النقاط القوة دي ازاي احول بقى نقاط القوة دي لنقط ضعف. هسهل لكم شوية واحد زي عشرف بن شرقي ده بيبقى العيد كورا كويس. العجمات المشتدة هايل. ازاي انا وقفه وامنعه ان هو يعمل اي هاجمة مشتدة علي. وفي نفس الوقت يبقى انا كده وقفت نقطة قوة. ونقطة القوة دي ازاي يحولها لنقطة ضعف ان انا اهاجم من ناحيته وانا معايا قوة. يبقى هو ده ده المنطلق او الفكر بتاع المتشات الكبيرة. وافتاع المتشات اللي هي بتجيب بطولات. اتمنى بإذن الله التوفيق للعابتنا. وانا عارف ان هم هيكونوا على قد المسؤولية وحيكونوا مركزين. وبإذن الله يعملوا مطش كويس. واحنا كابتخالد بنشكرك واكيد دي نصح مهمة ورسالة مهمة للعاب الناد الاهلي. بنشكر الكابتن خالد جد الله نجم من الاهلي السابق. شكرا كابتخالد. شكرا كابتخالد. رجعك للذكريات القديمة. اعوز اقول لك احنا في الطريق كنا بالبيس راحين الطريق بالبيس. الصحراوي. فلما العربات خبطت كان معنا كابتن ناجي برضو تاريب. فلاينا كابتن المنسع اللي ارحمه سات العميدة عدلي الوراء. كابتن خالد يلا هنرجع. الصبت كان دي شكلة كده بدايتها. مش عم. يعني العربات خبطت. فيلا رجع كنا تاريب. يلا كابتن خالد نرجع وبعدين كابتن خالد طبعا يعني العربات خبطت وخبطت جامدة. فأكيد متنرفيز يعني. فيبص كده وعمل يلف حوالي العربية طب يعمل ايه والتاني عارف ايه. يلا كابتن خالد نرجع. وانا قاعد ورا. قاعد في الكرسي انه. حرامه عليك. هتضيعني. يعني. دي بيبين العين الحلوة في المدرب بتاع الناشئين وكمان اسراره. لما يكون بيؤمن بموهبة الغارة عنده. دايما اللجم لما بيكبر بيفتكر كل الذكرات دي.